في محافظة صنعاء والعاصمة صنعاء الكثير من المعتقلين وصلون إلى مرحلة لا يطاق أو لا يستطيعون التحمل بها فهم يرون بأنهم سواء يموتون من القوع أو يموتون من التعذيب الحوثي الوحشي هذه حالة نادرة يعيشها سجناء لم نعيشها أي سجن في العالم يعيشها سجناء اليمنين أو سجناء الرأي أو السجناء الرافضين للفكر الحوثي في سجونهم أو المعتقلات السرية التي يسجنها التي استخدمها الملشيات الحوثية لقمع اليمنيون بشكل عام هناك ما تقوم به الملشيات الحوثية هو الترهيب لكل سجين رأي لكل سجين مخالف لكل سجين يعني ليس مخالف لرأيها وتوجهاتها لكل شعر لكل مواطن يمني تمارس عليه الترهيب والترغيب ملشيات الحوثية من أجل من أجل اغتياده إلى جبهات القتال نعم وفقا للأنباء الواردة تقول بأن الملشيات الحوثية توصلت مع 25 ألف تقريبا سجين من السجناء في عموم المناطق التي تسيطر عليها بالتوصل معهم إلى قبولهم إلى القبول بأنها تفرق عنهم مقابل الذهاب إلى القتال في جبهاتها التي تشعلها وتريد أن الوصول إلى مأرب وكذلك استعادت السيطرة على ما فقدته في محافظة تازو والمحافظات الغربية وكذلك المحافظات القنوبية هذه المعلومات تتحدث بأن الملشيات الحوثية بدأت عملية إحالتهم إلى النيابة العامة لإخراجهم أو لمنحهم سك براءة الهدف من ذلك الخروج لاتفاق كامل وتوصلت بها الملشيات الحوثية مع هؤلاء السجناء للذهاب إلى القتال معهم الملشيات الحوثية تمارس كافة عمليات قرائم حرب حق المعتقلين لكن هناك الكثير من الأحرار في سجون الملشيات الحوثية يرفضون هذا الإقراء ويتم التنكيل بهم بطريقة وحشية وبطريقة مخالفة للقانون وكذلك تمارس عليهم جرائم حرب وتعذيب حتى المعتقلين